انتخب الشباب لسه متكلمين عنه وكلمنا عن انضمام العديد والعديد من اللعيبة المميزة من نادي الزمالك لأسف الشديد أماجة محمد كمال أماجة أصيب مش حيبة موجود استوبعت طبعا في الفترة القادمة حظ وحش الولد 8-20 إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق في الفترة القادمة ضم كابتن محمود جابر 2 لعيبة جداد من نادي الزمالك أحمد محمود أحمد محمود الباكي اليمين لو تفتكروا اللي كان معابل فارقه وحارس المرمى معاز علاء أدام أحمد محمود نضم للمنتخب مولوكي أحمد لعيب مميز لعيب كواس جدا جدا وطبعا عارفين احنا كنا عندنا قبل كده ماجد هاني طارق علاء يوسف حسن أحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد كمال أماجة خرج من المعسكر للإصابة للأسف الشديد لعيب مميز لكن عندنا الحقيقة مجموعة من اللعيبة مميزين جدا في المنتخب ده معاز علاء حارس المرمى من الحراس المرمى اللي بيتنبأوا لهم بمستقبل طيب إن شاء الله في نادي الزمالك طبعا بالتأكيد منتخب الشباب ياخد فترة حالية معازكر مغلق من 19 حتى 12 مارس 19 فوري حتى 12 مارس ربنا يكرمه إن شاء الله مباراة فيه منتهى الصعوبة وماجهة طبعا نتعرض لإصابة زي ما قلنا فيه الرجبة خلال معازكر المنتخب هنتطمن عليه إن شاء الله بإذن الله ونجيب لكم في الحالة القادمة أخباره الإصابة لعيب كويس وبنيانه قوي مساك من المساكين الكبار جدا والمحترمين جدا وماجهة الحقيقة أنا سعلان إن هو أصيب إن ده قدر له مشاء فعلا بص الجسم ما شاء الله عامل إزاي حاجة محترمة لعيب منتخبات لعيب مميز جدا يا رب يرجع بسرعة إن شاء الله وتكون الإصابة خفيفة وماجهة إن شاء الله بإذن الله معلش شهر ده لك يا ابني أنا أتعرضت للإصابة دي يا جماعة قبل أولمبيات لوس أنجلس يعني كنت رايح أولمبيات وتعاورت لشد الحقيقة جالي شد في العضلة الخلفية والأسف ما سفرتش فقدر له ما شاء فعل وربنا عوضك خير إن شاء الله بإذن الله وعنده تمزق في الرباط الخارجي للرجبة إن شاء الله بإذن الله يكون موجود بإذن الله طبعا الفترة حتتروح من إزبعين لتالت أسابيع طبعا صعب جدا يكون موجود في المنتخب تمناتنا لي بالشفاء العاجل بإذن الله وماجهة من عناصر أساسية في المنتخب في خط الدفاع لكن إصابة حرماته من التواجد في هذا المعصكر إن شاء الله يكون موجود في الفترة القادمة بإذن الله طيب محمود جابر مازلنا مع المنتخب الشباب 2003 قرر إعلان القائمة النهية والتي ستشارك فيه كاس أمه في غير خلال الساعات القليلة القادمة ومن المقرر أن يتم الاستقرار على الأسماء النهية لقيمة سواء اللاعبين المحالين أو المحترفين في الخارج استعدادا لهذه البطولة قرعة البطولة طبعا مصر وقعت مع السنغال وجنجيريا وموزنبيق وحنلعب مع موزنبيق في أول مباري يوم 19 إن شاء الله ومصر بتصديف كاس أمه في غير اللي بتقام على سلاسة ملاعب في القائلة والاسكندرية وهيئة قناة السويس بي الإسماعيلية ترجمة نانسي قنقر